نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تكشف تدخوله في شؤون وزارة الإعلام بطريقة مباشرة ويسمع نتنياهو في التسجيلات يوبق وزير الإعلام الإسرائيلي السابق أيوب قرى ويتدخل في قرارات وزارة الإعلام بشأن بث قناة يمينية كما ويخطط لتفكيك المؤسسات التي تحول دون تنفيذ سياسته بالإتاحة لبث الأخبار عبر قناة عشرين الإسرائيلية وتعتبر هذه التدخلات من قبل نتنياهو مخالفة لتوصيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماند البليت الذي أجبر نتنياهو في السابق على تعيين وزير للإعلام وعدم التدخل في هذه الوزارة بسبب تضارب المصالح والشبهات القائمة ضده بدوره طالب رئيس تحالف كحولفان بني جانس المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بفحص هذه التسجيلات واتخاذ الإجراءات المناسبة والشروع في تحقيق فوري لمحاسبة نتنياهو على هذا الانتهاك الذي وصفه بالخطير والمخزي ترجمة نانسي قنقر